موسيقى في البداية أهني فريق مبادرة الإعلام الدكي من أجل إفريقيا على اختيار مشروعهم من طرف جاي تيكس إفريقيا لماذا هذه المبادرة؟ ما هي أسباب نزولها؟ الصحفيين يعيشون الآن وضع أصبحوا فيه مهمشين مهمشين من ناحية الاقتصادية أن أغلبهم أجراء أتكلم عن المغرب في حين زمن مجتمع المعلومات أصبح في أزمة وظهر بدل الاقتصاد المعرفة بدأنا نعيش اقتصاد صناع المحتوى ومن هم صناع المحتوى إن لم يكنوا صحفيين؟ دور الصحفي رهين بتعامله مع كل القطاعات ليومنا هذا الصحفي لا يتعامل إلا مع القطاعات السياسية حزاب، نقابات، المؤسسات العمومية وقس على ذلك وبعض الاقتصادية وخاصة الرياضية ففي غياب التخصص الصحفي حتى يكون الصحفي صانع لمحتوى متخصص بناء على طلب كيف ذلك؟ كيف يكون ذلك ممكنا؟ بل ليكون ذلك ممكنا لازم من بناء جسور ما بين الفاعلين في الاقتصاد وفي التكنولوجيا خاصة لأن مدخل الصحفي ليكون صانعا للمحتوى بما في الكلمة من معنى لازم أن يكون يضبط الآليات التكنولوجية كما يضبطها المؤثرون الذين يجنون أموال طائلة من صنع محتويات غير جادة بل محتويات تافية وأغلبها أخبار زائفة فلإنقاذ الصحفي وكذلك معه قطاع الصحفة لازم أن يكون الصحفي متخصصا ويضبط كل تقنيات وكل مصطلحات التكنولوجيا وينفتح على الفاعلين في قطاع تكنولوجيا الفاعلين في قطاع تكنولوجيا والذين أنتمي إليهم عن طريق فدرالية مهنية تكنولوجيا معلومات يعانون من بعد صحفيين عنهم لأنهم لا يتكلمون نفس اللغة إذن أصبح من الواجب تقريب المسافة ما بين الطرفين وذلك بترتيب دورات تكوينية تضامنية حتى لا أقول مجانية تضامنية رقمية وبالفعل الفاعلين في تكنولوجيا المعلومات وعن طريق الفدرالية المذكورة جاهزين ومستعدين وبدأنا في نهاية هذا الشهر بعشرين ماي أول دورة تكوينية لفائدة الصحفيين في مجال تكنولوجيا الأداءات المالية والاقتصادية وستعقبها دورات تكوينية في مجالات متخصصة أخرى حتى نبني جسر التعامل جسر تغطية جادة ومجدية لأنشطة ولمنتجات ولخدمات هذا القطاع الذي أصبح ضروري للتنمية ولا تنمية بدون رقمنا